اشتركوا في القناة المؤسسات المعنية لتحقيق الاهداف الانسانية المرجوة مبادرة انسانية لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية ساهمت في تعزيز المجتمع البحريني القائم على التنمية الانسانية بشكل متكامل في جميع المجالات واتت تحقيقا لاهداف ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لتؤكد تكريس الجهود في دعم وتمكين العنصر البشري البحريني في مختلف الظروف وابراز المعدن البحريني الاصيل من خلال قصص فريدة في البذل والغطاء والتفاؤل بالمستقبل وأتت مبادرة سموه ابتسامة طفل التي التقى سموه من خلالها بأبطال مرضى السرطان وحقق أمنيتهم لتكون خير شاهد على عزم سموه لتسليط الضوء على عدة مواضيع مهمة كما ترجمت هذه المبادرة الاهتمام الأبوي في الوقوف على الاحتياجات والبحث عن النواقص لحلها بشكل مباشر ودمج العمل الإنساني ليكون متوازيا لعمل المؤسسات ما يحقق التطلعة المرجوة في العديد من المجالات بصراحة ألقى كلمة ألهمت جميع الأطفال وقال لنا أننا ملهمين وأننا فخر للوطن أنتون قدوة للوطن وهذا اللي صادنا ما نعتبره أبدا مرض هذا اختبار من رب العالمين يختبر فيه صبر الإنسان شكرا للشيخ خالد شكرا للهدايا كل شي كنت أتمنى جاني قال لنا أي شي تمرون عليه خبرونا وأنتم تقدرون توصلون للحامل اللي تتبونا مثلا ذا عسكري أو رائد فضاء وصراحة واد استانس اللي قال لنا شخبركم عيالي واد استانس أنا كنت مستانس لأن الشيخ قال لنا كلام حلو وشجعنا ومفتخر فينا شكر الشيخ وشكر الناس اللي ساعدونا وخلونا نصيرها قوة قوة هذه المبادرات الإنسانية حققت العديد من النقلات الإيجابية في نفوس الكثير وخلقت نقطة ارتكاز لتشجيع الجميع على البذل في عدة مجالات للمساهمة في الارتقاء بالعمل الإنساني فضاء كانت بائد حلوة شفت الفرحة في عيون اليهال ما قد أوصف زود بس أن كانت الفرحة في عيونهم ودهم يصيحون فرحة اليهال كان شي جميل الابتسام على ويهم بالذات يعني الجو والمكان صح ما الله خير يعني مثل ما أسعدته محطات عديدة ملأتها مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالأمل والتشجيع على الإحساس بالمسؤولية اتجاه المحيط الإنساني وأكدت حب الخير الراسخ في المجتمع البحريني الذي نشأ أفرده على مد يد العون والمساعدة بمختلف أشكالها ترجمة نانسي قنقر